السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبنكمل كلامنا مع بعض ان شاء الله اخر جولة من جولتنا في نظري الكوميو والمحاضرة التلاتين اللي هتتكلم عن الوروكي بلايس ريسك أسيسمنت اخر محاضرة من محاضرات هنتكلم فيها عن تقييم المخاطر في بيئة العمل وتقييم المخاطر في بيئة العمل بيبدأ لك الكلام ان هي مش حاجة بتحصل مرة واحدة ولكن حاجة بتحصل باستمرار يبقى يعني مش بتروح مرة واحدة كده في قائمة الخطر وخلاص وانتهينا على كده لا دي حاجة بتحصل سنويا او ايا كان الخطر اللي بتعرض ليه البيئة بتاعت العمل بتاعت الموظفين دول شكله ازاي وضرره ازاي ببدأ احدد انا هعمله كل قد ايه اللي هو الوركي بلايس ريسك أسيسمنت ده يبقى الوركي بلايس ريسك أسيسمنت ازاد يعني بحاجة بعملها باستمرار يقولك بقى معلومة متقفين كده ان هو يعني عامل زي حلقة الفيلم اللي بتعرض مشاهد متتالية ورا بعضها البعض وليس ان هو سناب شوت مرة واحدة كده بتاخدها وخلاص انتهينا على كده او صورة بتاخدها للمجتمع كأنك عملت له ايه او صورة بتاخدها ليه اا مكان العمل او الوركي بليس ده كأنك بتعمل له ايه لمرة واحدة لا هو زي الفيلم مش زي الصور ماشي كلام يعني اا مش بالاهمية اا الكافية تعالوا بقى نبدأ في المهم شوية تعريفات وبيبدأ معاك كده بتعريف ويه ويه الفرق ما بينهم بالنسبة لنا في العربي الخطر اما هنا بقى التعريف مختلف والمعنى مختلف الهازرد هو التعريف بتاعه هو القدرة الداخلية للشيء ده على احداث الضرر اما الرزق فالرزق هو احتمالية ان الضرر ده يحصل تحت ظروف معينة وحجم الخطر ده قد ايه او مدى الضرر المحتمل الناتج من ايه من حدوث اا الضرر الكلام يبين مش عارفة حسنا ملوش معنى تعالوا نبسطها الهازرد ده لما اقولك في المية دي فيها قروش ده ايه ده هازرد اما ما اقولك ان انت نزلت نزولك للمية دي وان انت تسبح مع القروش دي ممكن ان هم يعوروك يكلوك ايا كان ده يعتبر ايه رزق فالرزق هو هازرد زائد اكسبوجر اما الهازرد هو وغود الخطر نفسه يبقى هو هقولك مثلا النويز ده هازرد بتاع بيئة العمل ان هو يسبب لك اكيوباشنال اكيوباشن انديوز هيرنجلوس ده يعتبر ايه رزق يبقى الهازرد هو القدرة الداخلية على احداث الدرر ده ممكن يكون ايه ممكن يكون ايه اي حاجة هي هازرد في نفسها اما بقى هي لايكلي يخد ذات اللي احنا قلناه احتمالية ان الدرر ده يحصل تحت ظروف معينة وحجم الخطر قد ايه ده هو تعريف الريسك اه ممكن يجي لك الحتة دي امسك يو يقول لك مسلا ده هازرد ولا رزق ولا مش عارفها ايه يبقى ايه هازرد ده سؤال محاضرة الريسك بيقول لك انه هو شدة الضرر في احتمال او احتمالية حدوث الضرر ده يعتبر رزق هو نفس التعريف على فكرة بعد كده هندخل على تعريف اسمه ازاي اعمل تقييم للمغاطر التقييم المغاطر دي هي عملية بتتم عشان اعمل للريسك اللي هكيد هيؤثر على صحة وسلامة الناس اللي شغالة في المكان ده وانا بعمل رزق اسسمنت لان ده اكيد الخطر ده هينتج عن وجود هازرد في مكان العمل يبقى الرزق اسسمنت هو بروسس هي عملية ليه بعملها عشان اعمل او افالويتين the risk to the health safety and safety of the worker while at work arising from a circumstances يبقى هي عملية تقييم المخاطر اللي بتؤثر على صحة وسلامة العمال اسناء العمل هزيه المخاطر ناشئة عن وجود او حدوث الهازرد ده وجود الهازرد في مكان العمل يبقى ده رزق اسسمنت بعد كده ايه اهمية او يوفروا ال control measures علشان الناس اللي بتشتغل عندهم يضمنوا صحة وسلامة العمال يبقى انا بعمل البربوس of the risk assessment to enable the employer employer هم ايه هو صاحب العمل اما employee employee دي هو مين الموظفين اللي هي اه يعني تشيل ومتحطش مكانها ايه employee دي مين الموظفين اما employee اللي هي تشيل ومتحطش مكانها حاجة ده العمل نفسه يبقى employee هو صاحب العمل employee هم الموظفين employee هم ايه هو العمل لانت هتقابل الكلام ده كتير كده في المحاضرة يعني اه يبقى هو enable the employee to effectively take the measure necessary for the safety and the health protection of الورقة يبقى اه اهمية ان انا اعمل ان انا اخلي الاصحاب الاعمال دول يوفروا البيئة المناسبة للعمال علشان يضمنوا ايه اه سلامة العمال دول يعني كما بيقولك ايه هو النطاق المنظور بعمل الريسك ده ازاي ايه بيقولك بتاعة المكان او بتاع العمل ده ايه يعني محل صغير مش ده مصنع كبير مش زي شركة مش زي نوع العمل نفسه مش زي مثلا حاجة بتشتغل في حاجات يعني خفيفة زي مثلا الناس اللي بتشتغل في بويلر ميكينج اللي كنا قلنا عليهم من حضرة القبل اللي فاتت اللي هو فيه صناعات او فيه حاجات بتبقى خطيرة اكتر من حاجات فانا اكوردنج تول حاجات دي بعمل برضو او بختار هعمله بشكل عامل ازاي يبقى برضو الحاجة اللي هم متعرضين لها هل هي مسلا حرارة شديدة اللي هي ببرد شديد زي زي مسلا الناس اللي بتتعرض في بكل حسب انا ببدأ ان انا انا او او ابدأ اوجه اوجه اه تعاملي بصورة معينة امتى بقى هتعمل في تلات حالات بيقولك لو انت هتدخل جديدة او ان انت بتغير في اللي عندك بتعدل عليها المفروض قبل ما تعدل عليها تعمل او ان انت اكتشفت وجود وهنقول كمان شوية بنكتشف وجود الهازر ازاي يبقى اول حاجة يعني انت في حاجة جديدة مسلا قالوا لك ان في حبيت مسلا مسلا يعني كانوا بيعملوا وبعدين هيبدأوا يعملوا هيدخلوا هيدخلوا اللي هي المناظير وكده جراحة المناظير وكده قبل ما يدخلوا الجراحات الجديدة دي او الشكل الجديد ده المفروض ان هما بيعملوا ايه بعدين لقلك في طريقة عملية معينة بدأنا ان احنا نعمل شوية حاجات كده بدأنا نغير التكنيك ده برضو هنبدأ نعمل قبله ايه او اننا هنعمل ازاي هو ده اللي هنتكلم عليه في بتوعه اول هنفضل نتكلم عليهم بقى طول المحاضرة يبقى احنا اتكلمنا اول حاجة عن ان ده ما بيبقاش مرة واحدة بيبقى عامل زي الفيلم كده دايما بنعمل ورا بعضه مرات ورا مرات تاني حاجة تكلمنا عليها شوية تعريفات اهم تعريفين هو بتاع وبعد كده خطوات اول خطوة فيها ان انا اعرف او اتعرف على الخطر اللي موجود عندي او الموجود عندي دي اول خطوة واهم خطوة انا طول ما انا مش عارف ان انا عندي خطر انا مش هتعامل ولا هعمل الخطر ده يبقى لو جاء هتقوله يمين هتقوله الهزرد الهزرد ده لان الهزرد ده كانت لو انا معرفتش ان انا عندي مسلا تسريب لغاز كذا او ان انا عندي خطر كذا انا عمري ما هتعامل معاه والعمري هعمل له ايه مانيج منت ايه التولز اللي هتساعدك ان انت تعمل الهزرد وما كذا حاجة كده اول حاجة ان انت تستعين بحاجات كانوا عاملينها قبل كده وكانوا بيقولون وفي حد كان عامل الحوار ده قبل كده ومسجل التقارير او عنده كاتب تقارير بالحوار ده تبدأ انت تاخدها وتشوف والله اذا كان بيقول ان المكان ده بتعرض ل او دي طريقة من الطرق ان انت تعمل تاخدهم وتبص عليهم تاني طريقة تشوف مكتوبة او حد كان بيقول ان في هزرد او فيه اكسيدنت حصلت في المكان ده برضو تبص على ده او تشوف ده دي تاني طريقة تالت طريقة اه انت عندك عينين فشايف وعندك ويدان فسامع فاللي هو انت حسيت ان الصوت وضوضاء عالية قوي فاكيد هتعرف ان الناس دول بتعرضوا لإيه للنويز ك لقيت مسلا بيشتغلوا في درجات حرارة عالية قوي في صهر المعادن ومش عارف ايه دخلت مصنع بتاع بيعملوا فيه آآ صهر المعادن فاكيد هتعرف ان دول الناس دي بتعرض آآ بيستخدموا فاكيد هتعرف انهم بتعاملوا مع اللي هو الراديجن فالبيرسونال ده هيعرفك بردو او هيخليك تعمل رابع حاجة لو موجودة يعني لو في كان عندهم لجنة السلامة والصحة كانت موجودة فانت برضو هتعرف منها هل في هزر المعينة بتقابل المكان ده موجودة في المكان ده ولا لأ خامس طريقة هو دخلت مكان ولقيت عليه اللي هو العلامات الصفرة دي وحاجات كده ودي لها دلالة فانت هتعرف برضو ان المكان ده في خطر معين سادس حاجة اللي هو كل مسلا الناس دي لو بتشتغل في اي حاجة الادوات اللي هم جايبينها محطوط عليها الشيت والشيت ده مكتوب فيه كل حاجات ده المخاطر بتاعته ايه وممكن يعمل ايه وحاجات دي كلها فانت لو بسط لها هتعرف بعدين لو في حاجات ده اكبر منك ممكن انت تتضب منه مسلا بتاعته بتشوف اه هو كان رأيه ايه او اه شايف ان البيئة دي اه اللي بتوجيهها هي ايه يبقى دول تقريبا سبع حاجات التولز اللي بتساعدك في ان انت تعمل بعد كده بيقول لك بقى ده الكلام ده انت سمعت عنه في المحاضرتين اللي فاتوا بالتفصيل هنا بيعيد الكلام وبيزود عليه بعض الحاجات البسيطة خالص ايه هي احنا عندنا كنا نمقسم لهم لخمس اقسام اول قسم اللي هو الفيزيكال والتاني والتالت والرابع والخامس اللي هو كل واحدة هنعرف التعريف بتاعها والإكزامبلز عليها بس اول حاجة الفيزيكال هزرز الفيزيكال هزرز دي هي الهزرز اللي هتقابلك ومش لازم تكون مسلا لمستك مش لازم تكون وقعت عليك مش لازم تكون شمتها حاجة من بعيد لبعيد كده فدي اسمها ايه الفيزيكال هزرز يبقى حاجة موجودة في البيئة يعني هي ما اقول لك او الحاجات دي ما اصدرتش عليك ما جاتش مسلا زي الكيميكال زوقت عليك ما استنشقتهاش لا يبقى هي الفيزيكال هي سواء او مش هنركز في الامثلة لان احنا نتكلم عليهم بالتفصيل في المحضراتين اللي فاته واللايتنج بس اللايتنج دي ما كانتش موجودة في محضرة بتاعة الفيزيكال هزرز لايتنج ده مثلا زي لو حد شغال في مكان والاضاءة بتاعت المكان ده ضعيفة هل دي تعتبر هزرز طبعا لانها بتعمل بتعمل مشاكل للعين وكمن بتعمل هدك وبتعمل بدخل واحد آآ فيه استرس وممكن كمان تعمل حوادث نتيجة لإيه الإضاءة الضعيفة ودي وكده فدي تعتبر من بعدين الحاجات دي انت تعرف ايه في الجدول ده او يجي لك ازاي اول حاجة وده سؤال من اسئلة المحاضرة ان هو يجيب لك سواء واحد منهم يعني يجيب لك آآ الاسمه ويقول لك التعريب بتاعه ايه ويكون حاطط لك التعريفات التعريفات خمس تعريفات منهم يعني وانت تختار او ان هو يجيب لك اي واحد من ويقول لك ده ده اول حاجة اللي هو الكيميكال بي حاجة بيتعرض لها العائل والحاجة دي بتكون ايه في ممكن تكون تعمل تأثيرات خطيرة على بعض العمال وممكن تكون لها تأثيرات اقل على عمال تاني وكمان ليه لان احنا قلنا قبل كده مثلا حاجة زي ممكن شخص عنده او عنده هو يعني المادة دي ملهاش تأثير مش هي السبب لا هو عنده العوامل اللي تؤهله ان هو يحصل له او كمان في بعض المواد بتبقى خافة من المواد زي ما قولك المنظفات مثلا دي من كيميكال ايه هازرز اسم اقولك الفيبة اللي بنصل بيها المواعين ولا الفلاش الاتنين منظفات ولكن الفيبة خافة طبعا ان هي تعمل تبقى هازرد اكتر اقل من الفلاش بكتير يبقى دي برضو ايه كيميكال هازر التعريب بتاعها هو present when a worker is exposed to any chemical preparation في الwork place بتاعه in any form سواء غاز في الحالة الصولد او الليكويد او الغاز some are safer than others زي ما قلنا but to some workers who are more sensitive to chemicals في ناس sensitive اكتر للكيميكال فهد اثر عليهم اكتر even common solutions they can وده الكلام اللي كنا قلنا في وقت ما قلنا بتكلم على الكيميكال هازر والمشاكل بتاعته اول حاجة هو هنا مقسمها يعني تقسيمها مختلفة شوية عن المحاضرة ولكن هو نفس الكلام الليكويد مثلا حاجة اللي هي الحاجات اللي هي بتدهنو بيها وكده دول كلهم حاجات الليكويد اللي بتطلع من اللي قلنا اللي حام الشخص اللي بيتشغل بتاع ده ممكن هو يطلع ايه طلع كده دي برضو من الكيميكال هازر اه اسيتايلين الكربون منوكسايد الهيليم انواع غازات تعتبر من الكيميكال هازر انت عارف ان الغازات هاي غاز هيبقى تبع ايه الكيميكال هازر المتال هني كالزين و البستيصال دول كلهم ايه كيميكال هازر بعد كده البيولوجيكال هازر والبيولوجيكال هازر اه اي حاجة حية سواء اتعاملت مع انسان مع حيوان مع بلانت مع اي حاجة وتقريبا دي منتشرة موجودة في كل الاماكن لان احنا بنتعامل مع انسان وحيوان ونبات في البيئة كلها مش مكان محدد مثل هقول لك ده اكتر ممكن يكون اكتر شوية في الناس اللي شغالين في معامل التحليع عشان والحاجات دي كلها يبقى بيقولك ان البيولوجيكال هازر دي اصويت وز وركن وز البيبول انا وركن 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 اي مكان تاني تقدر تعرض لي البيولوجيكال هازر ايه هما بقى البيولوجيكال هازر برضو قلناهم قبل كده ثم الهيومن أنتشو والبادي فلاويدز الفانجاي باكتيريا بلانت انسيكت بايتز انيم일 اور الانيمال برو ده والميكانيكال الميكانيكال اورجonomικ هازر ده هي أ steps ایا البيكانيكال حاجة لها علاقة بال بالآلة او بالآدة اللي بيستخدمها الشخص في العمل وممكن الآلة دي تعملlu مشاكل عن طريق مثلا ان هي يحطه ايده فيها وهي شغالة فتبدأ ان هي تأثر عليه او مثلا تبهد ايده ممكن ان هو يشبك فيها ممكن ان هو اه تهيه تشده اي حاجة من الحاجات دي تعتبر من الميكانيكا الايه هازرد بقى ان انت وهي بتتحرك بشكل سريع ان هي تعمل في حاجة تتحرك وهو ماشي جنبها مثلا يخبط فيها او هكذا او وهي بتلف مثلا هو يتحشر ما بينها كده او ما بين الاجزاء بتاعتها او هي بتلف وفيها حاجات ان هي جزء منها او من الحاجات اللي في قلبها يطير يجي في وشه يجي في تكون مسلا حاجة حارقة ايا كان ويتبهدله ده يعتبر كله من ايه هما بقى تقريبا كلهم نفس يعني نفس الكلام كده اللي كنا بنقوله اللي هو اه الشخص ده جزء منه يدخل يعني ايه وهو بيلف ما هو فرامة مسلا فيحط ايده فيها بالغلط اه 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 بتاع اسمه ايه بتاع اه اه الا مسلا فيها سلك يحط ايده على السلك ده وهو بيلف حاجات دي تعتبر ايه او امبك اه ده هتعمل طبعا انجرز هو ماشي برضو جنبها ممكن هي ايه تشبك في او كده فيقوم رايح ايه اه تعمل له ضرر كونتاكت لما حط ايده عليها ممكن حاجة سوخنها حاجة حدا ايا كان فهيحط ايده حاجة فيها كهربا دي تعتبر برضو ايه كونتاكت من نوع الكونتاكت في الماشين ما هو لزق فيها وهو ماشي كده او ايه حاجة فعملت له الانجري او اه انتنجلمنت يعني ان هو اه يشبك فيه حتة بقى من جسمه زي ما قلنا برضو قبل كده ايده شعره لو هي واحدة مثلا مشاعره طويله هي ماشية اه بتاع اه هو هدومه ايا كان هو ايه اللي يلزق في الحاجة دي فتقوم هي شده وممكن ان هي ايه تسبب له مخاطر او ان هو كمان ممكن تصل لايه ان هو يموت يبقى دي ايه اه انتنجلمنت لمبس وهيرز او كلوزنج بيقام انتنجلد وز اه انجاردد موفينج بارد انجاردد هنقول الوقت ان احنا ممكن من اه علشان نزبط للمخاطر دي يعني ان احنا نحط او نحمي الحتة دي اللي هي ببقى ممكن العامل يخبط فيها وهو ماشي او كده نحط عليها حاجة بحيس ان هي تمنع ان هو يلمس فيها كمان ايه الاكير اللي هو اللي هي ترمي عليه جزء من الماشين نفسها او من الحاجات اللي جواهم اللي هي دكتورة كادت تقول الاورجونوميك هازر معناه ايه? هو اه اي حاجة تحط حمل او عبق على البادي بتاع الانسان بتعتبر اللي بتؤثر على الايه? اللي هي المسكروسكليتا الايه? اه سيستم. اه نتيجة الايه بقى? قعدة غلط. اه قول لهم قبل كده. حد بيشيل بطريقة غلط. حد مسلا شغله زي ده زي ما انتم شاهدين كده لازم ان ترفع ادها. اه الحاجة مش مريحة. شوفوا الشخص ده اه بيشتغل ازاي? قاعد في وضع مش سليم. حد مسلا بيشتغل شغل مكتبي وقاعد طول الوقت ومش بتحرك والكرسي مش مريحة او كرسي عالي او لازم يوطي. ايا كان دي كلها من الايه? من يبقى هي واحد دايما بيشيل وبيشيل بطريقة غلط او هو بيوطي شغل ان هو يحمل عربيات او كده. اه اكورد موفمينت. ان هو يفضل شغالي الشغلان دي فترة طويلة. ده يعتبر ايه? ايرجونوميك هزر. بعد كده السايكو سوشال هزر. السايكو سوشال هزر ده. اه اي حاجة تعمل ديسترس او السايكو سايكولوشيكا الهار متعتبر من السايكو سوشال اه هزر. اه الحاجات دي بتتقسم بقى اه اف الجوب سوريا. اللي هو الشخص اللي اما اه بيشتغل شغل كتير جدا في الوقت بتاع اه الشغل مسلا او ان هو مضغوط في الوقت. زي ما كله عاملة فيك كده قدامك نص ساعة قبل الامتعان تذكر للتلاتين محاضرة ده. فده يعتبر ايه? اه سايكو سوشال هزر. الطايم بريشارز. اه اه ارجونيزيشن اوف الورك. الشفت بقى واللونج ووركينج اواردز واحد مسلا شغل خمستاشر ساعة طبعا ده لازم يعملو اه سايكو سوشال هزر. اه الورك بلايز كالشر. القوم الكمنيكيشن والانفولبينت ان الديسيشن ميكينج كنت شوفت كده بيقولك انه هو اه المدير الكويس مست الشغل. فعلا لو انت مرتاح في الشغل وبتشارك في اتخاذ القرارات وبتتواصل مع زميلك ومع المدير بشكل اه كويس. اه فده طبعا ايه? هيبقى مريح بالنسبة لك. اما لو ما فيش كده هيبقى ده يعتبر ايه سايكو سوشال هزر. بعدين الورك رول كونفليكت اوف الانترست. اه لاك اوف الكنترول اوبر وور. يعني مسلا الشغل بيعمل اه اه بي اه. في حاجات ضد ما بدأك او في حاجات اصلا انت مش مش حايفب الشغل بالشكل ده او فيه ناس بمن تحت لتحت كده بيمشوا حاجات وانت اصلا اه ده ده رفضه. اه ده يعتبر برضو من ايه? يزود لك او يعمل سايكو سوشال هزر بالنسبة لك. بعد كده اللي هو هارسمنت آآ بولينج فيزيكال ابيوز اي مشكلة من دي اللي هي التحرش اللي هي التنمر آآ باي شكل من الاشكال ده طبعا طبعا يعني سايكو سوشال هزر بتاكية الحد بتعرض للكلام ده الشغل بتاعه. دي بقى لما ربنا يكرمك كده وتتخرجي. وتلاقيك انتش عارفة تطبخي لولادك البنية والمقارونة اللي هم بيحبوها. فيبدأ ده يضغطك نفسيا وتبقي متضايقة. وانت كمان لما ربنا يكرمك وتتخرب وتتجوز وتشتغل. آآ سوري. آآ وتتجوز وتكون بتشتغل. وزوجتك تتخلف وبعدين تقولك انت مش بتساعدني في شغل في في تربية الولاد. الولاد ما بيشوفوكوش. ما بيشوفكاش كل دي حاجات برضو تعمل عليه. او تبقى سايكو سوشال هزر بالنسبة لك كمان اللي هو آآ النقل وانت مش عارف او مش لاقي آآ وسيلة مواصلات. كل حاجات دي اي حاجات قابلك في الشغل وتأثر عن نفسيتك تعتبر سايكو آآ سوشال هزر. خد بالك احنا كل ده بنعمل ايدنتفاي للهزر. في بتاع الهزر قلنا نتعرف عليه ازاي وبعدين قلنا انواع الهزر بعدين هندقل بقى التاني خطوة احنا كده بنعمل ايه قبالة اتعرفنا على الخطر اهلا وسهلا وصلنا له عارفنا ايه اللي بتعرض ليه العمال اللي بيشتغلوا في المكان ده بعد كده بعد السلام والجوابات والكلامنا كله عاوزين بقى ان اعرف مين الناس اللي بيتعرضوا للخطر دول مين اكتر ناس آآ هيتأثروا بيه وازاي هيتأثروا بيه ليه لانه خد بالك ان مش مش بس ممكن الناس اللي شغلين في المكان هما اللي يتأثروا بالخطر او بالريسك او بالهازر ده لأ كمان اه الناس المحيطين ممكن زي ما كنا بنقول من المحاضرة محاضرتين كده ان الامونيا اللي بتطلع من من مصنع استماد مش بس هتأثر على العمال اللي شغلين في المصنع لا ده كانت طلخة بالكامل كانت بنشتك من حوار ايه اللي هو الامونيا اللي طلعة دي ففيه حاجات بتبقى مداها منتشر علشان كده انت لازم تعرف الناس اللي بتأثروا او وازاي بتأثروا يبقى تعرف العمال وكمان الناس اللي بره اللي ممكن يتأثروا بالهازر ده الناس اللي عاديين مسلا جنب جنب بتاع طول النهار عماني دقدقوا مادول برضو يكونوا بتعرضوا للنويز زي بالزبط الناس اللي بتشتغل فيه المكان يعني نتيجة لتعرضهم لده ايه الحاجة اللي ممكن تحصلوهم مسلا هل ممكن مسلا يحصلوهم في اللونج هل ممكن تبقى حاجات بسيطة مجرد تعرف لاي مدى هيبقى التأثير السلبي بتاع الحاجة دي كمان لازم تعرف وانت بتعرف مين اللي بتعرض له تعرف بالنسبة عندنا بقى آآ هم تلاتة اول واحد الناس ليه لان دول عندهم قليلة قوي لسه بقى شغالين جديد فمش عارفين ازاي يحموا نفسهم وازاي كمان مايلعبوش في اي حاجة عشان ما يبوزوش اي حاجة فدول يعتبروا من تاني حاجة آآ اللي شغالين في المكان دول ممكن يكونوا اولا ايه بيخططوا الحملة او يكونوا فعليا ايه آآ يعني او كده آآ فعشان كده لازم ان انت برضو تاخد بالك منهم والاخار اللي هم اللي موجودين آآ في المكان لو حد مثلا عنده الازمة لو حد عنده اي مشكلة فالنفروض ان انت تاخد بالك منه عشان ده يعتبر من واحنا عملنا تاني حاجة عرفنا مين وازاي آآ مين اكتر حد آآ هيتعرض للخطر ده او هيؤثر عليه الخطر آآ ويه كمان ازاي هيؤثر عليه بعدين هعمل بقى او علشان ايه ليه بعمل علشان اعمل كنترول ميجر اعمل هيلت ريسك كنترول ميجر فانا قاعدة بتعرف على الريسك بقى ليه ساعة ليه عشان اكيد اعمله الكنترول ميجرز بتاعته آآ بيقول لك ايه الريسك كنترول ميجر تعالوا كده نشوف الهيراركي كده بيقول لك يعني انت بتتعرض ايه انت عرفت الريسك وخلاص اتأكدت منه وعرفت كل حاجة المفروض تعمل ايه بقى بتمشي على الهيراركي الهيراركي ده الهيراركي ده هو هو السلم او متسلسلة كده بتمشي على كل خطوة لو الخطوة دي منفعتش بتنتقل اللي ايه للي بعدها وهكزا خطوة ورا خطوة ورا خطوة اول خطوة واللي في الطب في الهيراركي ده هو هي ان انت تعمل منطقي ان انت الريسك ده ان انت تشيل تشيله خالص ان انت تمنع اصلا ان يكون في ايه آآ هازرد من الاساس يبقى ده هو وهو اللي في الطب اف ده ايه هيراركي فقعد بالك من دي عشان بتيجي امس كيوب المليش انت تتخلص منه خالص بعد كده تعمل سبستيتيوشن سبستيتيوشن انت تستبدله والله انا مش عارفة اعمل آآ آآ مش عارفة اتخلص منه خالص لازم يكون موجود فاعمل له سبستيتيوشن لو فيه مادة مسلا زي حاجة زي البنزين باستخدم البنزين او آآ آآ او القلور وفورما او الحاجات دي اعمل كسولفينت يعني ممكن استخدم آآ آآ اسهل مستخدم الحاجات دي لو ينفع يبقى دي سبستيتيوشن استبدال الحاجة اللي فيها الخضر لحاجة اقل من اقل منها خطورة بعدين بس هي مش مكتوبة هنا عندنا اللي هو ان انت تعمل آآ آآ يعني مقدرتش ان انت تعمل سبستيتيوشن فخلي الحاجات اللي فيها الهزر دي في مكان معين كده او في اوضة معينة بعيدا عن بعيدا عن باقي العمال او باقي الناس اللي شغلين في المكان الرابع خطوة ان انت تعمل آآ انجينيرينج وكنترولز خلاص انت عمال مش عارف تعمل اي خطوة من الخطوات التانية ولا تنفزها ولا لاي ان هي جايبة نتيجة تبدأ تدخل على انجينيرينج وكنترولز خلاص بطلعلي آآ فيومز وبطلعلي حاجات ومش هقدر ان انا منحها فاعمل حاجة اسمها ايه آآ انجينيرينج وكنترول هبدأ بقى افكر بالعقل ازاي اقل من الحاجات اللي طلعت دي بعد ما طلعت خالص اعمل حاجة استنو كده دي حاجة اسمها آآ آآ هود اللي هو اجمع كده اللي بتطلع وبعدين اعمل حاجة زي اللي انتو شايفينها برا دي آآ وبعدين ايه اخرجها تبقى بعيد بقى حاجة فوق خالص بحيس ان انا خرجها من المكان او ان انا اعمل دي هنقول على الوقت اسمها الجرد عشان نحمي اللي هي زي ما قلنا من شوية ان هي من اسباب الايه ان انا احمل اجزاء اللي ممكن تكون تمثل خطر على الناس اللي شغالة او اللي ممكن لو قربت لها ايه تعمل فيها آآ يعني تصيبها او كده يبقى دي برضو من ايه من بعد كده ويهنقول الوقت يوي اكل حاجة اللي هي تيجي تقول ليه هي اللي بتيجي في الاخر ليه ما حطتهاش في اول حاجة لان ما ينفعش ان انا حطها في اول حاجة لسبب ان الناس اللي بتشتغل مش بتبقى يعني مش بتبقى محبزاها ومش بتحب ان هي تلبسها ولو لبستها فهي هتقلعها على طول فدي ما ينفعش ان انا استخدمها كاراهن على وعي الشعب مش هينفع لازم ان انت تمنع اصلا الهزر ده لان انت لو قلت لهم يلبسوا الحاجات دي هيلبسوها ساعة وهيقلعوها عشرة فهي اقل حاجة خالص او في اللي هو اخر مرحلة يبقى الهيراركي ده اول حاجة او هو هو مقدرتش ان انا عمل الالميناتشن هعمل بعدين تالت هو اعمل اعمل اا اه ادوز ارستريكتد ويريا واظنا نحطها فمكان معين كده مم يكونش كل الناس متعرضة لية. رابع حاجة. هو قولنا اللي شوفنا صورهم. خامس حاجة اعمل نحسنا نقول دي اه دي ان انا حط مسلا ايه زي كده بحيث ان الناس تعرف ان دي خطر فبالتالي ايه اه ما يقربوا لهاش او كده. ويعمل دايما اه اه ادرب الناس على اه ازاي احنا نفسهم من الخطر وفي الاخر خالص اعمل لهم الجلافز والسفتي بجلاسز اند دستقودس اكوردينج توبقى هو شنجال فين وايه الحاجة اللي اهم ان هو يستخدمها. احنا كده عملنا ايه? احنا اه كده في الخطوة التالتة ان احنا بنعمل ريسك كنترول ميجرز. ريسك كنترول ميجرز قلنا الستة خطوات اللي فاتو. والله انا لو خلصت الستة خطوات دول والموضوع تمام وخلص اعملت زبطت المخاطر دي خلاص ما حمتش اعمل حاجة تانية والخطوة تلاتة بالنسبة لي كده خلصت. اما بقى لو ما نفعشي لازم ان انا اكمل اعمل ايه? اه في الخطوة تلاتة هو قسمها اللي احنا كنا متكلم فيها من شوية. فيقول لك. what are you already doing in terms of existing risk control measure? if existing risk control measures? for a given hazard provide adequate protection for the workers. يبقى لو اللي انت عملتهم دول خطوات اللي انت عملتهم تمام ووظبطوا بالنية. خلاص. no extra control or expenditure are needed. كفاية مجهود وخلاص كده انتهينا على كده. for their particular لو انت خلصت وفعلا موضوع جمعك نتيجة خلاص انت كده هتكتب اما بقى لو ده ما قدرتش ان انت تقلل الريسك بتاعه لازم ان انت تكمل او توصل تروح لأيه ستيب سري بي اند ايدن تفاي ان دي سايد واتفرس الريسك كنترول ار نيدد يبقى انا في خطوات الريسك استيسمنت اعملنا ايدن تفاي للريسك وبعد كده ايدن تفاي لي الريسك وبعد كده ايدن تفاي هو ميت بي هارمد اند هاو وبعد كده عملت علشان اعمل ايه في هنا قلنا هنعمل خطوات والله لو نفعت فاحنا في سري ايه ما نفعتش هنعمل سري بي وسري بي دي قلنا هنعمل لو خلاص قلنا هنعمل اه ده هيدخلني على اه انت بتعمل اه بتشوف مين اللي هيبقى مسؤولة عن دي وهيبدأ فيها امتى نازم تعمل اه تايم فريم كده يبقى 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 بتحدد مين اللي هيبقى مسؤولة عنها وهيعملها في وقت قد ايه وهيبدأها امتى والكلام ده كله فبيقول لك مين اللي هيبقى مسؤول وهيعملها امتى وهيخلصها امتى وكده مش تسيب الموضوع عايم لأ انت بتحدد الاشخاص والوقت اللي هيخلصوا فيه كمان ومش بس كده انت هتحدد كمان او هتحط التاريخ اللي تم فيه او اخدت بدأت فيه تاخد الاكشن يبقى انت بتحدد تلات حاجات في الحتة دي كلها هو عاوز يقولك ان في الستيب فور انت بتحدد مين هيعمل وهيعمل امتى هيبدأ امتى وحط التاريخ اللي تم فيه ايه اللي انت اخدت فيه الاكشن كمان ماشي بقى دي القطوة اربعة بيقولك ان انت في الخطوة دي sigma بتعمل يوزينج بقى بتعمل ايه الروسك ماتريكس ده دي مصفوفة الخطر ايه هي مصفوفة الخطر لو انت عندك اكتر من في المكان المفروض ان انت تعمل ايه انت بتعمل لهم المصفوفة اللي قلنا عاليها دي تعالوا كده نشوف صورتها المصفوفة دي اه لو انت عندك اكتر في المكان وعاوز تركز على واحد فانت بالتالي بتعاوز تكرر مين فيهم الاخطر علشان تبدأ بيه هتعمل ايه هتعمل المصفوفة اللي انت حيثها قدامك دي هتحط آآ فوق او في الجنب الاحتمالية بتاعة القطر اللي هتحصل من المرأة من الحاجة من الريسك اللي بيحصل ده وهتحط فوق هتحط في الجنب وفوق وهتقسم الحاجات اللي عندك اللي بتقابل المكان ده ليه ان هو يعمل اه احتمالية حدوث منه قطر حاجة قليلة قوي او ده يعني هو خطر بصورة كبيرة وفوق هتحط ايه الحاجة دي سلايتلي هارمفول ولا مودرتلي هارمفول ولا فيري هارمفول هو انت الغرض من ان انت تعمل الكلام ده ان انت بتحدد انهي حاجة من اللي بتواجه يعني هقولك على ابسط حاجة انت في مكان في نويز بصوا انا ذكرت لكم نويز ده خمسمية وتسعين مرة تسمع ليش هو اسهل حاجة بتيجي يعني في في بالي الواحد لو انت في مكان في نويز وفي كمان بيتعرض الناس اللي فيه هما شقالين في مكان درجة حرارة ومصنع بيعملوا الماكينات عاملة درجة حرارة عالية قوي للمكان وكمان الماكينات دي بتعمل صودع عالية قوي فانت عاوز تشوف ايه اخطر حاجة او ايه اللي يأثر على الناس اللي في المكان ده اكتر بحيث ان انت تبدأ فيه انت صح وكله هتعملوا مجاز ولكن انت عاوز تشوف مين الاهم بالنسبة لك مين اللي تبدأ بيه فهتعملوا الريسك ماتريكس او المصفوفة اللي قدامنا دي وهتقول والله هو لو بروبابلتي ولا بروبابل ولا وتبدأ تحط وبردو اللو بروبابلتي ده لو جه لو حصل يعني هيعمل ايه هيكون بتاعته يعني هيعمل اضرار كفيفة كده ولا ولا و بعد كده هتبدأ تشوف ايا كان الجدول هيتمالس زي ما ما تركشش مش لازم هتشوف والله اذا هنطلع عندي ايه ان ده حاجة فالمفروض ان انا هبدأ بال بعده يبقى انا همشي كده هبدأ بال سيبك من كل كلامنا مش هتتسأل في انا بس باعرفك يعني ايه بيقول لك بيعرفك ازا بيحدد لك ايه الريسك اللي بيجي نتيجة للمشكلة دي بيحطهم في الماتريكس اللي احنا قلنا عليه يعني اي واحدة من المشكلات دي لازم تعالجها اولا وتركز معها في الاول اه طبعا هتبدأ بمين تبدأ بمين طبيعي هبدأ بالهيست ريسك لو جي سألك المفروض ان انا ببدأ بمين اكيد بتبدأ بيه انت بتعغل فايدتها ان انت تحدد الاولوية المين لانهي ريسك ان انا اعمل له الميجرز اخر خطوة معنا في هي خلاص قلناه من محاضرة تقريبا القبل اللي فاتت مش عارفين كان محاضرة كده ان هو اهم من الشغل توثيق الشغل فالخطوة دي بيقولك وصق شغلك لازم توصق شغلك بيقولك ايه بقى بيقولك لو انت خدت الاكشن وعملت وزبطت الدنيا خالص دي مش اخر خطوة يا عزيزي لازم توصق لو انت مصقتش كأنك ما عملت ليش حاني يبقى دي مش اخر خطوة في الريسك بروسس انت توصق الملحوزات وتوصق النتائج اللي طلعت لها اللي طلعتها يبقى بيقولك بس ان انت هتكتب ايه الهزرد اللي قابلك مين الناس اللي قابلوك او مين الناس اللي كانوا اكثر عرضة لهذا الهزرد وايه الحاجات اللي انت عملتها هو بيشرح لك الحاجات اللي انت اي حاجة عملتها كتوبها اللي اربع خطوات اللي احنا عملناها قبل دول بتكتبها في الايه في الايه يعني بتكتبها كفايندينجز انت ايه لقيتها اه اه كل حاجات اللي انت لقيتها بتكتبها علشان تكون متاحة لاي حد محتاج يطلع يطلع عليها بيتطلع الريكورد اللي انت كتبته ده بيكون اه مهم فيه للامبلويرز والسوبرفايزورز والوركر انت زير ريبريزنتيف الايك اي حد محتاج زي ما قلنا يطلع عليها هيلاقيها موجود سواء لتاع مالي لتعويضات لآآ آآآ اي جانب او اي آآ حاجة محتاجينها علشانها لقرض الرييسرش ايا كان هما محتاجينها الايه هتلا يلاقوها موجودة هي بتكون موجودة عشان تذكر الناس دايما اللي هم ميتها ونوش عشان دايما بيكون فيه هزرد في المكان ده مش ده اللي احنا قلناه في الاول مش ده اللي احنا قلناه ولازم يكون الموضوع ده شبه الفيلم ولازم يتعمل كل فترة وما يفعش ان انت تعمله مرة واحدة وتمشي لازم ان انت ايه تتابعه دايما بيعيد الكلام هون يعني مش اكتر من مرة يبقى يتعمل ايه مرة سنوية يبقى كده نكون خلصنا المنهج اه وسمحونا لو فيه اي تقصير باذن الله هنكمل اه في في اه العملي نكمل العملي مع بعض اه وسمحونا زي ما قلت لو فيه اي حاجة مسلا ده هيئتكو لان الانسان والله يا ولاد اه مجرد ساعات في الدنيا وهيمشي فمش مستهلة يعني يمشي وحد شايل منه او كده لو في اي مشكلة ممكن تتواصلوا معانا وباذن الله اه نحاول نحلها مع بعض واي اشوفكم في العمل ان شاء الله نحن 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 نح